السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين و أشهد أن محمد عبده و رسوله إمام المتقين صلى الله وسلم و بارك عليه و على آله و أصحابه و التابعين و على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم و استفساراتكم على هواتف و على وين البرنامج أسأل الله تعالى التوفيق و التسديد و الإعانة عندي مكالمات تنتظر تفضلي راشد السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله رضي لتشيخ عني سؤال تفضلي راشد نحن في دورات مياه كبيرة فيها أقسام قسم للإسمح مام و قسم للغسل الدين و قسم لقطاء الحاجة لكن كلها في غرفة وحدة و لكن نحصل بينها جدران و أبواب هل يجوز ذكر الله في الأقسام التي يغير قضاء الحاجة إن شاء الله يا راشد مرحبا تفضلي أحمد السلام عليكم شيخ عليكم السلام و رحمة الله شيخ أنا سوفيد منك كثيرا جزاك الله خير الله يحفظك يا أحمد يبارك فيك شيخ عندي ثلاثة سألة تفضل شيخ تخليل الشعر في رسل جنابة فرض رمسنا تخليل الشعر ايه في جنابة رسل جنابة إن شاء الله طيب شيخ السؤال الثاني شيخ فيه مقاطع يعني دينية بس يكون فيها أحيانا ما يسمى بالآهات يعني كيف يجوزني أشوف هذه المقاطع إن شاء الله شيخ السؤال الثاني شيخ كيف أقدر أتغلب على الشيطان و على النفس الأمارة بسدوء شيخ في جميع عوقاتي لأن أحيانا أكون ماشي صح ولكن الأسف أحيانا أقع في محرم شهر لي يا أحمد شكرا شيخ أهلا وسهلا تفضل يا زهرة السلام عليكم يا أرسل عليكم السلام و رحمة الله و بركاته لا يجب علي تفضل في جنة مئة درجة هل الدرجة الأعلى هي المئة أم من المرحى الدرجة الأولى حتى أعيد الثلاثة أعلى في المئة فهامي يا شيخ إن شاء الله سؤال الثاني السؤال الثاني صليت قيام الليل 13 ركعة ثم صليت ثلاثة الفجر واستفرقت في ركحتي الثانية صرميت على اليسار و قمشوا ثلاثة الفجر ثم مضمت و صليت ثلاثة الفجر أعيد يا زهرة نعم أستاذ أعيد السؤال الثاني لو سمحتي صليت قيام الليل 13 ركعة نعم ثم صليت ثلاثة الفجر استفرقت آه استفرقت نعم على الجهة الأسرة نعم ثم سمت الصلاة ثم مضمت صمي و صليت الصلاة الفجر لم أعيد الوضوح يا شيخانا إن شاء الله يا زهرة إن شاء الله لحمي يا شيخانا الله يحفظ شكرا لك أهلا وسهلا علمتني من قرر الله يحفظك أهلا وسهلا أبو محمد أبو محمد يا أبو محمد من دبي تفضل مرحبا السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أعطيكم حافية يا شيخي بارد حياك الله حياك الله والله بالنسبة أنا السؤال من شان أي من شان طاعتنا وامدين في حرمت كان زوجها لا تعطي أي حاجة أنا أبو وما أمي ما رأيك من خبرها كيف يا أبو محمد لو تسمح لي أعيد السؤال شوي لأنه مباضح من شان زوجة واحد تمنع زوجها لا يعطي أبو لا يعطي أمي أي شيء يعطي زوجته لا يعطي أبو أمي زوجته تمنع زوجته تمنع زوجته لا يعطي أبوك امك يقول له لا تأطيه أبداً هذه زوجته الزوجة هي اللي تمنعها أيها تمنع دوجها لا تعطي أبوه ولا تعطي أمه لا أطيعهم تقول له لا تعطي لأبوك ولا أمك أيها واضح أن الرجل هذا ما عنده شخصية يعني ما عنده شخصية ما يوقف المرأة عند حدها ويمنعها من تدخل في لا يمنعها بس يكذب عليها يقول له ما بنعطيه ويعطيه أبوه وامه ما بدي يعطيه من شان مشاكل من شان عياله عنده عيال إن شاء الله يا بمحمد إن شاء الله هو مقصر معاها هو مقصر معاها ومعيالها هو طيب يا أبو محمد تسمع الجواب بحول الله وبعد أن أسؤال الثاني هو بدي يعطيها ما رأيك ما رأي حقوق من بعد من بعد جوجها يبغي يطلقها أي ومن شان الخبر هذا من شان أبوه إن شاء الله يا بمحمد حياك الله يا بمحمد أبوه أبوه فضلي أمات الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤال الأول نعم كنت أفالي لإيشا أيوة وسزد السجدة واحدة نعم وبعدين زورت ركعة كنت أفالي لإيش زودت إيش زودت ركعة في السجود نقصت وفي الركون زودت ركعة بعدين زايد جبت ركعة خامسة متى نسيت السجدة هذه في أي ركعة؟ في الأولى ركعة في ركعة الأولى ومتى تذكرتي؟ تذكرت بعدين في نهاية الصلاة في آخر الصلاة تذكرت بأنك سجدت سجدة واحدة أيوة وقمت وجبت ركعة كاملة لا الركعة اللي زودتها يعني خلاص يعني في نهاية الصلاة يجبت ركعة ثاني قبل السلام يعني؟ قبل السلام طيب سجود السلام وقبل السلام وقبل السلام طيب السؤال الثاني عندي عيالي اللي جاو صلوهم الفجر ما يجون بالسنة الفجر طيب وجي أقولهم عيروا الصلاة هذه اللي سوتوها صلاة الفريضة سنة وجي أعيده الفريضة خل علي شيء يعني خليهم غير ليش تأمرينهم بأن يعيدون الصلاة وهي سنة هذه سنة عشان تعتادون عليها يعني قصدك تخوفينهم على اساس يعني يعتادونها بس بعدها الحمد لله أو لو وصلون أخذ خرب ليس طيب طيب يا أمت الله سؤال الثالث عندني عندني يا أمت الله صوتي قطع أختي ما عشت بلوتوت نعم وبعدين ستعجرون هالناس في المناسات دي والحفلات لا 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 أعيد السؤال ما سمعتك من أول يقول لك عندنا سماعة بلوتوت أي يتعجرون هالناس يعني يتعجرون في الأعراس عندهم في الحفلات أي ويشغلون فيها بعض مغاني هل علينا شيء نحنا وهم يأتمون على هذا الشيء إن شاء الله أمت الله مرحب أختي تفضل يا فاطمة ألو تفضل يا فاطمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالنور والعافية نحن نسوي جمعية يعني جمعية يعني ربع نسبالة حطها ألف وحطها ألف وحطها ألف وحطها يعني نجمعها قد حين كل شهرين ثلاثة يعطوها واحد يعني زين هذه ولا يعني هذا يوم نحصلها نحصلها نعطي نسوي ما يعني حق حد نسوي لشي عدي بيتها طايح نعجل عدي أحد اللور وحنا عنده ما يعني هذا أعطي بيتها تدخلي يعني زين هذا؟ إن شاء الله يا فاطمة عندك سؤال ثاني؟ أعطيهم يعني فقارة ضرع يعني أي هي في سؤال آخر يا فاطمة؟ عندي فاطمة لا يطول عمرك ما عندي غير هذا السؤال يلا تسمعين الجواب يعني حلال ولا حرام؟ أبشري أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله تفضل يا أم محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلم اقتسم شيخنا عندي سؤال الأول سجد التلاوة أنا ما مركز في توضيحها يعني أنا أبعد على الكرسي ومقبال الطاولة والقرآن الكريم من تجي سجد التلاوة أجد على الطاولة وانا بنفس المكان ولا أقوم وأجد على الأرض؟ هذا السؤال الأول أنت تقدرين تسجدين على الأرض؟ نعم نعم أقدرين إن شاء الله أبشري أم محمد وأحيانا أتعاجز بصراحة يعني أقول قاعدة دا أكمل وأقرأ فقلت أجد على الطاولة بس خائف اللي يكون خطأ تصرفي إن شاء الله أبشري أم محمد السؤال الثاني الشفع والوتر أحيانا أسمع من حضرتك أو من الشيوخ أكو أنه طبعا نعرف إحنا الوتر وحدة أو ثلاثة أنا أصلي بعد ثلاثة السنة البعدية مالة العشاء أصلي ثمانية ركعتين ركعتين ثمانية بعد الفاتحة سورة سبحان ربيع الأعلى والثانية قل يا الكافرون وبعدين قل هو الله أحد هل هذا صحيح أم لا لكن تجمعين تسرد هذول الثلاثة مع بعض تسردين مع بعض أحيانا الثنتين أسلم وبعدين وحدة الوتر يعني سبحان ربيعي والكافرون وحد وبعدين قل هو الله أحد وأسلم هذا كله بعد العشاء بعد سنة العشاء بعد سنة العشاء وبعد الثمانية التاثعة والعاشرة والحدعة طيب يا أم محمد أب شري تفضل يا أم خالد السلام عليكم عليكم السلام أحمد الله عندي سؤالين يا شيء تفضلوا هل يجوز للأم مساعدة ابنها وإعطائه أجوبة الانتحان وهو يمتحن الانتحانات هذه الصغيرة اللي خلال الفصل وهو عن برد؟ ساعد ابنها يعني؟ بالأجوبة بالإجابة نعم السؤال الثاني الثاني يوجد مجموعة على الواتف لمتابعة تلاوة القرآن كل يوم المسؤولة تضع رقم الصفحة ليتم قراءتها من قبل المشتركات والمسؤولة لا تعاتب أو تحاسب ولكن فقط في نهاية اليوم تضع كل الأسماء وأمام كل أسم علامة مثلاً للمواضعين علامة معينة والمتقدمين علامة والمتأخرين علامة فهل يجوز الاشتراك في هذه المجموعة وألا يدخل الرياء في ذلك؟ إن شاء الله يم خالد مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع طبعاً في اللقاء يوم الحميس كان عندي لختم أيمن من أمريكا بارك الله فيها بقي لها سؤالين لكن أستأذنها وأستأذنكم لأن عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه يسألون يقول الأخ من الإخوة من الصم يقول إذا شخص وكله آخر بشراء شيء يقول طلب منه عمولة على هذا الأمر هل يجوز؟ الجواب نعم ما دام أنه قال له أريد عمولة أريد عمولة على هذا الشيء هذا من حقه يجوز فلو أن شخصاً قال لآخر اشتري لي محمول اشتري لي ثلاجة اشتري لي كذا فقال نعم أنا سأشتري لك لكن أبغى مثلاً خمسين درهم أريد مئة درهم مثلاً علشان التعب والمشوار وأيضاً قضاء الوقت وشيء من هذا القبيل ما في بأس أما إذا كان ما اشترط عليه ما اشترط عليه وقال له يا فلان اشتري لي طيب فلان هذا معروف بأنه سمسار معروف بأنه يشتغل كوصية تجاري معروف بأنه يشتغل كشخص مثلاً يوفر الأشياء للناس بعمولة إذا كان ما يحتاج أنه يشترط عليه يعطى العمولة المتعارف عليه أما إذا كان لا هو صديق له أو قريب له قال يا فلان قريب وصديق مثلاً وبينهم علاقة قال إذا رحت للسوق اشتري لي محمول اشتري لي ثلاج اشتري لي كذا فاشتراها وأتى له بها ثم قال أعطني العمولة عيب هذا ما يصلح هذا إخلال بالمروءة ذهب المعروف عند الناس بالطريقة هذه هذا ما يصلح ولذلك أنا كشخص لو قلت لصديق لي مثلاً إذا رحت للسوق اشتري لي محمول النوع الفلاني ثم جاب لي عطيتها ثمن المحمول وقال وين العمولة بيصير بخاطري صح ولا لا أزعل التضايق وين المرؤة وين يعني تعاون الناس مع بعضهم بعض لكن إذا كان والله هذا الشخص لا أصلاً ما عنده وظيفة إلا هذه من حقه من حقه بارك الله فيك السؤال الثاني من الإخوة السم يقول بالنسبة للشخص إذا يعني اشترى سلعة بمئة درهم وباع بثلاثمئة درهم هل هذا مشروع؟ أخوي الفاضل بالنسبة للربح ليس عندنا في الشريعة لا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة حد معين للربح ما عندنا شيء في هذا وإنما هي اجتهادات فقية لبعض الفقهاء فمنهم من يرى بأنه ليس هناك حد للربح ومنهم من يرى بأنه هناك نعم حد للربح ويقولون بأنه في حدود الربع والثلث ومنهم من يفرق بين الثمن القليل وبين الثمن الكثير فإذا كان والله شخص يبيع بعشرة دراهم ثم ربح باعها بعشرين ربح الضعف أو بثلاثين ربح الضعفين قالوا هذا لا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عروة بن الجعد البارقي أنه باع شات بدرهمين باع شاتا بدرهمين يعني ضعفين وأما إذا كان الثمن كثير يعني مثلا سلعة ثمنها مئة ألف باعها مئتين أو ثلاثمائة فقالوا لا هذا كثير عموما أرجع وأكد أنه ما عندنا نص سواء باع بضعف أو ضعفين أو ثلاثة أو أربعة هذا رزق يسوقه الله عز وجل لخلقه و عباده لكن القناعة طيبة القناعة طيبة و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال و اقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس و شيء آخر لا بد أن يفهم إذا كان والله المشتري دخل في حالة غرر بمعنى أنه غرر به فهو ما يعرف السوق أو إنسان ما عنده قدرة على معرفة الأسعار فذهب مسكين و اشترى سلعة قيمتها مثلا مئة درهم و بيعت له بثلاثمائة درهم و هناك من يبيع بمئة و خمسين و مئة و سبعين مثلا لا هذا غرر هذا يحق له أن يرجع السلعة و يحق لأي شخص ينصح يقول لا أنت خدعت أنت خدعت ليش لأنه يوجد من يبيع نفس السلعة بمئة و خمسين أو بمئة و سبعين أو حتى بمئتين لكن تبيعها بثلاثمائة لا له الحق أن يرجع السلعة إما أن يعني تعطيه طبعا يرجع السلعة أو تعطيه يعني ثمنها أو أنه أو ينزلك إلى الطبيعي الذي هو سعر السوق بارك الله في الجميع أم أيمن مملكة طبعا سألت ثلاث أسئلة جابنا عن سؤال الأول ضاق الوقت في اللقاء الأسبق عن الإجابة عن سؤاليها السؤال الثاني كانت تقول هناك ظاهرة تربية الكلاب عند المسلمين للأسف تقول يعني لي أقارب مثلا في أمريكا و في أوروبا ما يربون الحمد لله الكلاب و هم يعيشون في هذه البلاد تقول للأسف أقاربنا في مصر في بعض الدول العربية للأسف يعني يربون الكلاب في البيوت في ظاهرة عجيبة جدا و سألت عن قضية لعاب الكلب و شيء من هذا القبيل و سألت قالوا بأن يحتجون بأن قصة أصحاب الكهف و كلبهم باسط و ذراعيه بالوسيل يقولون بأن الإمام مالك يقول بأن يعني الكلب غير نجس و شيء من هذا القبيل أخت أم أيمان بارك الله فيك و بالنسبة للجميع أولا مسألة التعامل مع الكلاب في الإسلام مر بمراحل المرحلة الأولى كانت الكلاب كثيرة في المدينة و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام أمر بقتلها أمر بقتله ففنيت الكلاب أو كادت فجاء الأمر من الله عز و جل بتركها و لذلك نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن قتلها بعد ذلك و قال إنها أمة تسبح ربها سبحانه و تعالى هذا الأمر الأول الأمر الثاني النبي صلى الله عليه و سلم نظم قضية التعامل مع الكلاب فأمر بأن لا تقتنى الكلاب إلا لثلاث أمور أولا كلب الصيد و هذا معروف يعني يصاد عليه لأنه يعتبر مثل الآن ثانيا كلب الماشية كلب الغنم يسمونه يحرص الغنم ثالثا كلب الزرع الذي يحرص البستان و الحديقة و الأشياء هذه هذه التي رخص فيها النبي عليه الصلاة و السلام أما ما سوى ذلك فقد منعه النبي عليه الصلاة و السلام و بيّن عليه الصلاة و السلام أن من اقتنى كلبا غير هذه الثلاثة غير هذه الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط و القيراط مثل جبل أحد من حيث الأجر و في لفظ آخر قيراطان أو قيراطين ينقص من أجره كل يوم ينقص من أجره قيراطان و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام نهى فالبيّن بأن أي إنسان يقتني كلب غير كلب صيد أو زرع أو ماشية فإن ينقص من أجره من ثوابه و من عمله هذا الأجر العظيم هذا الأجر العظيم أمر آخر بيّن النبي عليه الصلاة و السلام بأن مسألة دخول الكلاب إلى البيت مانع من دخول الملائكة و لذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة و جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي عليه الصلاة و السلام مدة من الزمن حتى إن النبي عليه الصلاة و السلام أهمه هذا الأمر و لما عاد التقى جبريل بالنبي عليه الصلاة و السلام سأله النبي عليه الصلاة و السلام لماذا تأخرت فقال له في بيتك كلب فنظروا تحت السرير وإذا بكلب للحسن أو للحسين أدخله تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج ورش المكان بالماء وأخرج الكلب ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة أما قضية أصحاب الكهف فهذا كلب رافقهم عندنا قاعدة مهمة في الشريعة شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فلو قلنا بأن الأمم التي قبلنا يجوزون تربية الكلاب والاعتناب في البيوت شريعتنا منع ذلك الشريعة الإسلامية منع ذلك إذن يكون منسوخ الأمر الثاني هذا ما يدل على أنه مقتنى ولذلك هم أصرا فروا من بلادهم فتبعهم الكلب للحراس يحرسهم ولذلك جاء ذكره في القرآن قضية ما ذكرت عن الإمام مالك رحمة الله عليه هذه مسألة يعني لازم نفرق جمهور الفقهة جمهور الفقهة على منع تربية الكلاب في البيوت إلا للأشياء الثلاثة هذه وهذه طبعا ما تكون داخل البيت كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشي وكلب الماشي بعض الفقهة قالوا بأن كل ما في معنى الثلاثة هذه كل ما في معنى أحد هذه الثلاثة فإنه يجوز اقتنائه ومن ذلك مثلا ما نصل العلماء الفقهة المعاصرين على جواز اقتناء الكلب التفتيش الموجود الآن هذا الكلب اللي في الجمارك في المطارات أو في الموانئ أو في الحدود البرية اللي عنده حاسة الشم قوية يكتشف أشياء خطيرة جدا ولذلك هذا أعظم من الأنواع الثلاثة الكلاب الثلاثة أعظم من الأنواع الثلاثة لماذا؟ لأن يمنع شر يدخل على المسلم ولذلك مثل هذا أو ما هو من جنسه فإنه يجوز اقتنائه واستعماله قضية نجاسة الكلب صحيح جمهور الفقه يقولون ألجأ الكلب نجس الإمام مالك رحمة الله عليه له انفرد قال بعدم نجاسة الكلب بعدم نجاسة الكلب الجمهور يقولون بأن إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يجب أن يغسل سبع مرات سبع مرات طبعا في خلاف بين فقها لكن حديث أبي هريرة حديث صحيح إذا ولغ الكلب في إناء يحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أولاهن بالتراب ولذلك الكلب إذا لعق الثوب مثلا أو ولغ في الإناء أو مثلا لعق السجاد أو الأثاث اللي في البيت نجسه يجب أن يغسل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك تعبدنا الله جل وعلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم و الكلاب بالتعامل معها معروف منذ قديم الزمان يعني منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا شيء جديد لكن أن تكون ظاهرة تربية الكلب في البيت حتى أنه لدرجة أنه يفضل على كثير من من لبس الثياب هذه والله ظاهرة مقلقة ظاهرة مقلقة وهي ظاهرة قائمة على التقليد الأعمى التقليد الأعمى و إلا الكلب في الصيد معروف يعني هذا ما يحتاج إلى معروف حتى العلماء ينصون على جراء كلب الزراعة يحرس البستان يحرس كلب الماشية يحرس الماشية معروف هذا لكن إني والله لا لشيء و إنما فقط أتسلى مع هذا الكلب مثلا و أدخله بيتي و يعني ممكن بعض الناس يفضل الكلب على كثير من الآدمين و هنا المشكلة و لذلك هي ظاهرة للأسف الشديد ظاهرة تدل على تقليد أعمى هذا باختصار فيما يتعلق بالتعامل مع الكلب أم أيمن تقول يعني هي سمعتني في جواب سابق عن يعني هذه الظاهرة أيضا يقولون بعض الناس بأنه والله تستيقظ المرأة و تجد كفيها فيه مع حنة أنا أجبت حقيقة لتابعني يعرف الجواب و فصلت في هذه المسألة أم أيمن بارك الله فيها من أمريكا زادتنا معلومة جديدة تقول بأن حصلت معها و هي أن بعض التوابل أو بعض الكريمات أو بعض العفوة التوابل مثل الكركم و غيرا تقول أثناء العمل بعدين سبحان الله يظهر أثر على اليد و هي الصبغ في اليد الصبغ يكون فيه الكف بسبب هذه التوابل التي تعاملت معها مباشرة من خلال يديها فتظهر بعد ذلك فيظن المرأة أو يظن مثل المتعامل بأنه والله هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى و أن الله أرسل ملك و صبغ يده و غير صحيح هذه مسألة طبيعية و أنا ذكرت حقيقة فيما أذكر في الأجوب السابقة بأنه إما أن تكون بفعل فاعل يقوم فيصنع هذا الشيء حال نوم الإنسان و إما أن تكون بسبب يعني سبب أشياء يعني يعني سببها جينات معينة كما ذكر بعض الأطباء بأنها تظهر على الجسم و خاصة في منطقة اليدين بسبب يعني شيف الدم و أم أيمان ما شاء الله زادتنا و هي أن هذه أشياء طبيعية قد تكون أثر لشغل و عمل سابق في المطبخ أو في غير المطبخ تظهر بمثل هذه الصورة و أنا أشكر الأخت أيمن على هذه المعلومة راشد بن أبوظبي بارك الله فيه يقول بعض المساجد فيها دورات مياه و فيها أقسام للاستحمام و لغسل اليدين و لقضاء الحاجة يقول هل يجوز لي أن أذكر الله عز وجل في أحد هذه الأقسام أخي راشد بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل ليقضي حاجته فإنه يدخل برجله اليسرى و يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث و الخباث فإذا قعد على حاجته فلا ذكرى و لا كلاما و لا رد السلام و لا أي شيء حتى يقضي حاجته و يستحب العلماء لمن يقضي الحاجة أن يقوم سريعا بعدما ينتهي من حاجته و لا يطيل اللبث الأمر الثاني إذا انتهى من قضاء حاجته و يعني صرف الماء و ذهب في طريقه إذا أراد أن يتوضى يجوز له أن يقول بسم الله ولو كان داخل المرحاض المجتمل على هذه الأقسام اللي ذكرتها ما في بأس أن يقول بسم الله إذا أراد الوضوء لكن إذا لم يرد الوضوء و إنما فقط بقي في الحمام فينظر فإن كان أراد الإغتسال يقول بسم الله يعني في بداية الإغتسال و يأتي بالدعاء الذي بعد الإغتسال أما إذا كان لا هو مجرد قضاء حاجة لا وضوء و لا إغتسال لا لا يذكر الله في الحمام و إنما قلت بأن يذكر الله لأن هناك سبب و هو الوضوء أو الإغتسال أحمد من الشارق سأل ثلاثة أسئلة يقول في سؤاله الأول يقول هل تخليل الشعر في غسل الجنابة فرض أحمد بارك الله فيك نعم فرض لازم و حتم واجب كيف تغسل جسمك من الجنابة و ما تغسل شعر رأسك و لذلك تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة و هذا في حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة و السلام لكن معناه صحيح المعنى صحيح و مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه و عليه وسلم كان يستوعب بدنه كاملا بالماء فما يترك جزء من بدنه إلا و أوصل الماء إليه فكان عليه الصلاة و السلام يتوضى قبل الغسل وضوءه للصلاة ثم يحثو الماء على شعر رأسه حتى يبلغ الماء أصول الشعر يسمونه فروة الرأس يدخل الماء في أصول الشعر حتى يعمم الشعر بالماء يعمم الشعر بالماء فأنت إذا جيت تغتسل يا أحمد تضع رأسك طبعا تتوضى أفضل شيء هذه السنة تضع رأسك تحت الدش و تحرك شعر رأسك بأصابع يديك حتى تصل إلى قناعة بأن الماء قد بلغ أصول الشعر و ما ترك شيئا في الرأس و لا في اللحية و أيضا تتعاهد الأشياء التي قد لا يصل إليها الماء مثل المآقي مجار الدمع مثل عنفق هذه بارك الله فيك هذه كلها تتعاهدها و هذا أصلا لا يصح غسل الجنابة و للحيض و للنفاس غسل الحيض و النفاس بالنسبة للمرأة و لا غسل الجنابة للرجل و للمرأة إلا بتعميم البدن بالماء بحيث لا يترك شعره ما وصلها الماء يعمم بدنه كاملا بالماء و يعتني بشعر الرأس يعتني لماذا؟ لأن شعر الرأس قد يكون كثيف فيحتاج إلى أن يوصل الماء إليه بيعني مثل هذه الطريق أحمد يقول هناك مقاطع تأتينا دينية فيها آهات يقول هل يجوز الاستماع إليها؟ الأصل الجواز يا أخي الفاضل الأصل الجواز لكن كان في هذه المقاطع آهات مبالغ فيها بحيث أنها طغت على المقطع مثل ما يحصل و أنا استمعت إلى هذا أحيانا ترسل مقاطع الغريب فكرة المقطع و الفائدة من المقطع انعدمت و انمحت أمام الآهات آهات مزعجة آهات حقيقة يعني غير لائقة و غير متناسبة مع الحدث يعني مع المقطع في فكرة في المقطع موجودة لكن الآهات صوتها مرتفع و استولت على زمن المقطع ما الفائدة؟ لا هذا احذفها احذفها و لا تتابعها أما إذا كانت آهات خفيفة يعني تحرك الساكن تبعث شوي شيء في المشاعر ما في بأس ما إذا كانت بقدر يعني أما أن تطغى ببثل هذه الطريقة فهذه حقيقة أنا أعتقد بأنه ما أحد يتحمل الاستماع إليها أحمد يقول كيف أتغلب على الشيطان يقول أحيانا يعني أحاول أنني أستقيم و كذا لكن يغلبني الشيطان فأقع في الشيء المحرم أحمد بارك الله فيك أولا عندنا قواعد في هذا الأمر القاعدة الأولى أنه ليس هناك أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة و السلام فيما يبلغ عن الله جل وعنى و لذلك يقول النبي عليه الصلاة و السلام كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون و من اسم الله تعالى التواب تواب لمن تواب للمذنبين فالله تعالى يتوب على المذنبين و لو لم يكن هناك ذنب لم استحق الله عز وجل جل وعلا و تقدس اسم التواب و لذلك اسمه التواب لأن يتوب على المخطئين على المذنبين على العاصين فلا بد أن تعلم هذا الشيء كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوابون الخطيئة و الذنب تقع من كل أحد لكن تقل عند شخص و تكثر عند شخص آخر بقدر ما يقوم في الإنسان من الإيمان و التقوى و راقبة الله سبحانه و تعالى و أيضا بما لديه من بذل الأسباب التي تنأى به و تبعده عن الوقوع في مستنقعات المعاصي و الآثام المسألة الأخرى أن من نعم الله عز وجل من نعم الله عز وجل التوبة و لذلك الله جل وعلا يحب التوابين و يحب المتطهرين فالتائبون أحباب الله و لذلك نعم من نعم الله أن الإنسان إذا وقع في الذنب تاب منه حتى لو كان الذنب عظيما يقوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك و لا أبالي أمر آخر التوبة لها شروط الإقلاع عن الذنب الندم على فعله العزم الأكيد على عدم العود إليه إذا كان مع مخلوق ترد الحق إلى صاحبه طيب الإقلاع عن الذنب و الندم على فعله و العزم الأكيد على عدم العود إليه يتطلب هذا كله ماذا أنك تبتعد عن طرق الذنب و عن ذراء الذنب و تنأى بنفسك و تهرب إلى المناخات النظيفة الصحية الطيبة التي تستنشق فيها الطاعة و العبادة لله عز وجل و للأسف الشديد يوجد من الناس و حاصة الجلسة الشباب يتوب إلى الله و يندم و كذا لكن ما زال مقيم على وسائل الذنب لا يبرح مقيم عليها و ماشي في طريقها كيف هذا ما يمكن ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس إن السفينة لا تجري على اليبس الآن بيت احترق و أنت فيه تقول و الله إن شاء الله بسلم و أنا فيه غير ممكن و لا يقبلها عقل إذن ستفر منه و تهرب البيئة اللي أن تعيش فيها سواء كانوا أصحاب أو تعيش في حارة أو في منطقة موبوءة مثلا و هي تذكرك بالجريمة تذكرك بالذنب يجب عليك أنك تبتعد و لذلك نص بعض العلماء على أن من شروط صحة التوبة ترك الأصحاب السيئين ترك الأصحاب جعلوها شرط و بعضهم جعلوها من المكملات و لذلك تنأى بنفسك إذا كنت مع رفقة سيئة أو مثلا مع تعيش في حارة أو بيئة أو مكان تذكرك بالجريمة و المعصي تنأى بنفسك و تخرج لماذا؟ لأن دينك أغلى شيء دينك أغلى من أنك تصاحب في الساق دينك أغلى من أنك تبقى ساكن في حي و في حارة موبوءة بالجرائم و بالأمراض و بالأقصد المعاصي و الذنوب و الآثام مسألة أخرى مهما حصل منك فإذا أذنبت و وقعت في الذنب حتى لو لم تكن هناك مجموعة مؤثرات خارجية ها؟ هكذا غلبتك نفسك الأمارة بالسوء تب إلى الله فقد صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال أذنب عبدهم فقال اللهم اغفر لي قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي قال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب اذهب فعمل ما شئت فقد غفرت لك الله أكبر يعني ما دمت تتوب و ليس معنى أروح افعل المعاصي لا ما دمت أنك سريع الأوبة وسريع الرجوع فأعمل ما شئت لأن الله جل وعليه يغفر الذنوب بشرط أن لا يكون هذا استهتار واستهزاء يعني بعض الناس الآن عنده استهتار واستهزاء وكذا لا هو أن تكون هناك أشياء غلبت كنفسك الأمارة بالسوء هناك مؤثرات ما استطعت الانعتاق عنها ولا الانفكاك منها ممكن في هذه الحالة هذا الذي ينطبق على مثل هذه المسألة وبعدين حاول بارك الله فيك أن تصاحب الأخيار صحبة الأخيار نعمة من نعم الله لأن سبحان الله تغذيك بالإيمان تضيف إليك إضافات عظيمة تجد نفسك سبحان الله العظيم يعني في مناخ وجو يختلف عن أي جو سابق ولذلك أذكر أنا شخصيا اثنين كانوا في يعني أصدقاء اثنين كانوا في معاصي ويعني وانحراف فتاب الله عز وجل عليه على الاثنين تاب الله عز وجل عليه و الحمد لله بدأوا مع الأخيار و مع الفضلاء و مجالس الذكر و حلق العلم و يروحون عمراء و يحفظون قرآن و كذا مر في مجلس من المجالس و مجالسين قال واحد للثاني قال لله هم لك الحمد يا أخي الحمد لله ما في الآن لا ذنوب و لا معاصي عند الناس ما في لا مخدرات ما في لا مسكرات ما في لا كذا انتهت الحمد لله قال له صاحبة كان أذكى منه قال لا لا ما انتهت موجودة بس أنت اللي انقطعت عنها قال لا لا موجودة لكن أنت اللي انقطعت عنها و فعلا يعني الانسان اللي يعيش مناخات نظيفة و صحية و إيمانية أعتقد أنه لا يوجد شيء الحمد لله الناس كلها خير لماذا؟ لأن هذا المحيط الذي يعيش فيه هذا الجو الذي يقومون فيه لا يرى إلا الخير يروح المكة مليانة الحرم بالمعتمرين يدخل المسجد مليانة المسجد بالناس أصحابه ما شاء الله يحفظ قرآن و يحفظ حديث و في طلب العلم لذلك أخي الفاضل أحمد بارك الله فيك أسأل الله لك الثبات حاول قدر المستطاع أنك تصحب الأخيار و تبتعد عن الأشرار و تبتعد عن كل بل الإنسان و على نفسه بصير أحيانا قد لا يكون عند الإنسان أصحاب يأثرون عليه قد يكون هناك وسائل أخرى مثل بعض وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الناس الآن سبب ذنوبه و معاصيه وسائل التواصل الاجتماعي لأنه ما عرف فيها إلا الشر و نسي أن فيها خير كثير يستطيع يحفظ القرآن من خلال التطبيقات الموجودة الآن يستطيع أن يطلب العلم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقصدي أنا أضرب مثال أن الإنسان على نفسه بصير ينتبه لعمره زهرة من الجزائر تقول في الجنة مئة درجة يعني مئة درجة كيف هل مثلا العليا من الأسفل أم من الأعلى وين الفردوس الأعلى زهرة بارك الله فيك نعم صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أن في الجنة مئة درجة ما بين درجة و درجة كما بين السماء و الأرض ما بين الدرجة و الدرجة كما بين السماء و الأرض و إن أهل الجنة في الدرجات لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم أهل الغرف كما يتراء الكوكب الدري الغابر في السماء تخيل أنت في الليل نظرت إلى السماء و في كوكب غابر في عمق السماء هذا الكوكب لأصحاب الغرف من هم من آمنوا بالله و صدقوا رسوله صلى الله عليه و سلم آمنوا بالله و صدقوا المرسلين فالجند درجات ما بين الدرجة و الدرجة كما بين السماء و الأرض و الفردوس الأعلى و الفردوس هو أعلى درجات الجن اللي فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى يجعلنا و إياكم من أهل الفردوس الأعلى و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجن وأوسط الجنة جاء في لفظ ليس المعنى الوسط اللي هو النقطة بين طرفين قال الوسط هو المكان الذي فيه الاعتدال وفيه خيار خلق الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين زهرة تسأل تقول أنا صليت قيام الليل 13 ركعة وبعدين بدأت في سنة الفجر تقول جاءتني حالة غثيان استفرغت عن جهة اليسار وأنا في الصلاة وبعدين كملت سنة الفجر وصليت الفجر بعد ذلك هل علي شيء أختي زهرة بارك الله فيك الراجح من قول أهل العلم أن القيء ليس ناقضا للوضوء فمن غلبه القيء وهو في الصلاة وقاء مثلا فإن صلاته الصحية هذا هو الراجح من قول أهل العلم أو المسألة فيها خلاف عموما ما عليك شيء وطبعا كان من السنة أو ينبغي لك بأن تتمضمضين قبل أن تصلي صلاة الفجر ولعلك فعلت هذا أبو محمد من دبي يقول في واحد زوج تتمنع أن يصل والديه وينفق عليهما خاصة مسألة الإنفاق ذكر يقول يعني تقول لا ما تعطيهم شيء وهو الآن يكذب عليها يعطيهم وإذا سألت يقول أنا ما أعطيتهم ويقول هو الآن يريد طلقها هل لها من حقوق أبو محمد بارك الله فيك طبعا أولا لا يجوز للزوجة ويحرم عليها أن تمنع زوجها من أن يصل والديه سواء وصول بدني بزيارتهما أو وصول نفعي من خلال النفق عليهما وقيام المرأة بمثل هذا الأمر لا يشك بأنه يدل على صلف والعياذ بالله وقسوة في قلبها ويدل على سوء تربية فإن المرأة التي تعترض طريق زوجها وتقول ممنوع تصل والديك هذه والعياذ بالله بلغت القسوة في قلبها مبلغ عظيم نسأل الله تعالى أن يتوب على هذا الجنس من الناس ولذلك هي فيما يظهر والله أعلم أنها هي قاطعة للرحم وأيضا داعية إلى قطيعة الرحم فقد جمع الظلمات بعضها فوق بعض والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع ولذلك هذه المرأة ستعاقب هذا ليس كلامي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن من سنن الله الكونية وهو تعجيل العقوبة للبغاة لأهل البغي وقطيعة الرحم في الدنيا قبل يوم القيامة ولذلك سيفرق الله عز وجل بينها وبين من تحب وسيأتيها العذاب من حيث لا تحتسب إذا لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى ولم تترك هذا الطريق وهذا المسلك اللي ما شفه الأمر الثاني لابد أن تعلم كل امرأة بأنه لا يجوز لها التدخل في خصوصيات زوجها خاصة فيما يتعلق بأمواله فلا يجوز للمرأة أن تفرض على زوجها أن تسأله عن راتبه كم راتبك ما يجوز ليس لها الحق في ذلك ولا يجوز لها أن تسأله أن تنفق على أبوك أمك وإخوانك وخواتك ولا لا ليس لها الحق فهذا دخول في خصوصية للرجل الذي عنده ذنب مالية مستقلة وله الحق في أن يتصرف في ماله وفق المصرحة كما يرى هو ولذلك حرام على المرأة أن تتدخل بمثل هذه الصورة أما إذا جاء الرجل من عندي نفسه وقال يا مفلان أنا والله راتبي كذا وقال والله أنا أوزع الراتب على والدي وعلى كذا ويعرف أن امرأة عاقلة وما تخالف هذا راجع له لكن أنا أذكر بأنه ابتداء لا يجوز وليس لها الحق فيها ليس لها الحق فيها الأمر الثالث يجب على الرجل أن تكون عنده شخصية بحيث أنه يوقف المرأة عند حدها في قضية منعها له من أن يتدخل في منعها له في أن لا يصل والديه فإن هذه جريمة هذه أعظم من ارتكابها بعض الذنوب والمعاص يعني لا يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن هذه مسألة سهلة لا ويغار ربما إذا أخطأت زوجته خطأ معين هذا أعظم من كونها لو وقعت في ذنب من الذنوب التي يحمر لها أنف الإنسان وينتفض لها هذا أعظم ولذلك هذا الجنس من النساء لا خير فيه ولا يجوز للرجل أن يصبر على مثل هذه المرأة التي تستمر ومصرة على مثل هذه القضية ما يجوز له أن يصبر عليه هذه امرأة قاطعة رحم والرحمة لا تنزل على يعني مجتمع وأسرة وبيت في قاطع رحم كيف الآن يرضى الرجل بأن يبقي عنده امرأة ليست قاطعة رحم بل داعية إلى قطيعة الرحم داعية إلى قطيعة الرحم لذلك لا يجوز للرجل أن يبقي مثل هذه المرأة في بيته وهذا بعد خطوات تذكيرها تأديبها تذكيرها بالله وعظها إرشادها منعها التغليض عليها إيقافها عند حدها إذا والله وصلت مرحلة ما استطاع الزوج أن يصلحها لا خير فيه إن أبقاها وهي تسعى في قطيعة في جعل زوجها يقطع رحمه ويقطع والديه من النفقة ونفقت والديه عليه واجب نفقت والديه عليه واجب أما إذا كان والله لا الزوج المرأة الآن في مثل بعض النساء تشوف زوجها اللهم بارك على أبيه و أمه و خواته و أخوانه ينفق لكن عليها مقتر الضروريات و الحاجيات كل هذه ممنوعة منها المرأة لا هذا لا حق الآن ولذلك العلماء يقولون في باب النفقة في باب النفقة نفقت الزوجة الواجبة وليس الفضل لا الفرض أو لا من نفق على الوالدين فهذه حالة أخرى إذا كان فعلاً الرجل أنا سألت طبعاً سمعتوني أنا سألت الأخ أبو محمد قلت له كيف حالة الرجل يعني أن تعترض عليه تقول أنا لي حق أولى من حق والديك في باب النفقة في باب النفقة و أولى من أخواتك أخوانك في باب النفقة نعم لها الحق و لو رفع الدعوة عليه في المحكمة هي تكسب القضية لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب على الرجل أن ينفق على زوجته فيا أبو محمد تأنى بارك الله فيك لا تفكر لا تسعى إلى الطلاق و إن فكرت فيه لا تسعى حاول إصلاحها وصل لها رسالة بأن ليس لا الحق في هذا و أنها ليست قاطعة رحم بل داعي إلى قطعة الرحم و ذكرها بالله و قل لا أحذري فإن لله عز وجل سنن في خلقه و عباده منها أن من يسعى في تفريق الأحب عن بعضهم يفرق الله بينه و بين أحبته في الدنيا قبل يوم القيام و أن العقوبة نازل لا محال إلا تتب إلى الله سبحانه و تعالى أمت الله من اليمن تقول بأن صلت العشاء و سجدت سجدة واحدة في الركعة الأولى تقول في آخر الصلاة زدت ركعة و سجدت للسهو هل فعل صحيح؟ نعم فعلك صحيح بارك الله فيك هذه أخت أمت الله تقول بأن في الركعة الأولى سجد السجدة ما تذكرت إلا في آخر الصلاة فعلت فعلا صحيحا اللهم بارك جابت ركعة لماذا؟ لأن الركعة الأولى كلها هدمت و سقطت و قامت الثانية مقام الأولى و الثالثة مقام الثانية و الرابع مقام الثالث إذن بقي ركعة جابت الركعة الرابعة و سجدت للسهو هذا الفعل هو الصحيح أمت الله تقول عيالي لما يصلون للفجر ما يجبوا سنة الفجر و أنا أمرهم بإعادة الصلاة أقولهم بأن صلاةكم غير صحيح عيدوا الفجر سنة الفجر و أيضا صلاة الفجر تقول أنا على أساس أني أعودهم على هذا الأمر و الآن تعودوا عموما مدام تعودوا الحمد لله لكن أخطأت يا اخت أمة الله بأمرهم بإعادة الصلاة يعني حتى و إن كان أسلوب تربوي كان يمكن أن تقولي بأن هاتين الركعتين خير من الدنيا و ما فيهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيهم لأنك أفتيت الآن ببطران صلاتهما و هم ممكن عيالك الآن بعدين يروحون يعلمون عيالهم أو يعلمون أصدقائهم أو يعلمون قرائبهم فانتبه يا أخت الفاضل عودي لأولاده و قوليهم ترى أنا ما قصت إن صلاة الفجر حقتكم الأولى باطلة لا قصدت أني أربيكم وأدبكم الحمد لله تعودتم على هذا خبريهم بهذا حتى لا يعتقدون بأن تعرفين و ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه فلذلك قد يتعود يروح ينقل هذا على أن الدين فتوى تنبه سنة الفجر سنة لو تركها الإنسان لا يأثم و ليس لها ارتباط بصلاة الفجر من حيث الشرطية يعني ليس من شروط صحة صلاة الفجر صلاة سنة الفجر بارك الله فيك ها مرة ضيب ضيب مدام باقي دقيقة تقريبا أمت الله في سؤالها الثالث تسأل تقول يعني هناك سماعة بلوتوث عندنا يستأجرون في الأعراس تقول أحيانا يشغلون عليها أغاني عموما تأجيرها في الأشياء المشروعة حلال وجائز لكن إن علمتي بأن يستعملونها في المعازف فهذا حرام ولا يجوز لأن هذا من باب الإعانة على المعصية والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعلم يقول الوسائل لها أحكام المقاصد فتنبه لهذا إذا كان والله في دفوف في أنشيد في حداء في شيء من اللي يفعلون النساء من دون معازف ما في شيء أما إذا استعملت في المعازف فإن هذا لا يجوز لأنه من باب الإعانة اختفاط مبارك الله فيك من دبي و أم محمد و أم خالد اعتذر منكم غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته